حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي مما يؤشر على بدء تعافي الاقتصاد من تدعيات جائحة كورونا بعد أن حقق انكماشاً في الثلاثة إرباع الأخيرة من العام 2020 دائرة لحصاءات العامة أظهرت في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نمواً بنسبة طفيفة بلغت 3% في المئة مقارنةً مع ذات الربع من العام 2020 أي قبل بدء جائحة كورونا والذي حقق نمواً بنسبة 1.3% مقارنةً مع ذات الربع من العام 2019 وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي 7 مليارات دينار بارتفاع طفيف بلغ 3% في المئة مقارنةً مع الربع الأول من العام 2020 أما أكثر القطاعات التي سجلت تراجعاً في معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي قطاع المطاعم بنسبة 7.3% وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3% إضافة إلى قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة تراجع بلغت 2.3% وقطاع الانشاءات الذي سجل تراجعاً أيضاً في نسبة النمو بلغت 1.8% أما القطاعات التي سجلت نمواً في حجم النتائج أو الناتج المحلي الإجمالي في ربع الأول من العام الحالي جاء قطاع الصناعات الاستخراجية بالمرتبة الأولى بنسبة 15.3% ثم قطاع الزراعة حقق نمو أيضاً بنسبة 2.9% أما قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 2.1% ورابعاً قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 1%